في الامارات هي كلمة عاديين نشرح بس كلمة هو الرعاة بيحدده سعر الدنيا دي او سعر البرنامج افرد برنامج تلفزيوني ليه البرنامج ده في التوقيت ده بيسموه البريميوم طيب اللي هو الوقت النموذجي يعني ده اغلى وقت من الساعة كذا ده اغلى وقت طب والبرنامج الفلاني ده اعلى برنامج ياخد اعلانات بتتحدد ازاي بتتحدد بيرهد التسويق والقيمة التسويقية اللي بيحكمها بيرهد يعني بيرهد بالراس بالبلد كده كم راس كم واحد بيتفرجوا على البرنامج ده كم واحد متعلقين بالبرنامج ده كم واحد متعلقين بالنادي ده بيتفرجوا عليه بيتابعوه مرتبطين به ده اللي بيعمل القيمة التسويقية فتستطيع أن تستشرف بما لا يدعو مجال للشك أو التشكيك شعبية أي نادي من قيمته التسويقية لازم يكون بألن الانعكاس المباشر لو تساويت وتجرأت أن تساوي معك يبقى النهاردة قيمتنا التسويقية لازم تبقى واحدة خلاص لو أنا قيمت التسويقية يعني أقل منك مش هاخد الراتب اللي انت بتاخده فاهم قصدي إيه لأن هي مرتبطة الطلب على المنتج ده إيه فالآهلي براند يعني إيه يعني منتج مصنف يعني اسم تجاري عالمي طيب وإنت بقى مدير التسويق الأهلي سافر الفجيرة في هذه الرحلة بيمقصوا كل هذا العدد من اللعيبة خد كم؟ ما عرفش إذا كان مسموح لأقوله ولا لا هو الأهلي الأهلي يعني نتيجة الظروف دي طلب 300 طلب 300 ألف دولار ولكن تقديرا للمناسبة وإسهاما يعني قبلة 200 تنازل عن 100 ألف لكن لو الأهلي فول تيم لا ممكن توصل لنصف مليو و400 ألف فاهمني؟ وكانت النتيجة أنه الفجيرة عمل هذا المهردان أثر وأصر على الأهلي ونجح بهذا الحيط أصر على الأهلي قالت للزمالك أنه مش هتقدر تدفع فلوس فبالتالي نادي الزمالك وده طبعا أمر طبيعي جدا وإن كان الزرف مختلف أعتذر أعتذر عن عدم السفر لأنه مش هيقدر نروح يلعب ببلاش لا طبعا فاعل طبعا وحسنا فاعل يعني طبعا لو قيمته وبيحافظ على سعره هي دي فكرة اللي المهندس عادل بيقولها محدش في التسويق بيأخد حد عشان خاطر سواد عينية هي الفكرة شركة تسويق بتاخد المباراة هتكسب ولا لأ هتدفع للأهلي 200-300 ألف دولار يعني كم مليون جنيه مصري هتقدر تسوّق هذه المباراة جماهيريا إعلانيا أيضا من البس التلفزيون الثلاث حاجات دول هيلموا الليلة ولا لأ في النهاية ما فيش شركة هتدفع من جبها لو ما عندهاش إخبال إعلاني شوفوا الأهلي في أي مباراة حجم الإعلان عليه قد إيه شوفوا في حقوق البس اللي احنا هنقشها بعد شوية قيمة الأهل التسويقية أو قامت الأهل البطولية انعكاسها على القيمة التسويقية برشلونة مبلغ خطير وغامر الأهل أنه ممكن يخسر في المباراة دي لأنه جايب برشلونة فتممكن أيضا الأهل مش بس قيمته التسويقية تتحكم في الرغبة في الحصول على أن الأهل يكون طرف في المناسبة ولكن قامت أيضا فأنت أنا لعبت مع برشلونة أخذ بالك ده في المناسبة بتاعتك بيبدل التاريخ يقول أنا لعبت مع برشلونة كويس والأهل يخسر مش هي دي القضية القضية وقتها أنا لعبت مع برشلونة وجبته وبرشلونة قابلة أيوة كلمة قابلة دي بتحسسني أنا بالتفرد اللي أنا جبته أنه اختار الأهلي زي ما أنا اختارته هو فقلي لما نقول القيمة والقامة اللي اتنين بيتفاعلوا مع بعض وبيدي لك حاجة في الآخر منتج اسمه النادي الأهلي براند ليه بنقول الكلام ده لأن برضو حصل كلام كتير الفطرة اللي فاتت ومقارنات ومش مقارنات إحنا بننهج النهج العلمي ولا يسأل يعني والله يا جماعة اوعوا تتصوروا أن يكون في زهن حد فينا المكايدة ولا الكلام الزغير ده عشان نرد على حد لا خالص إحنا بس بنشرح الأمور بمنهج وقعي وعلمي اللي عايز ينقشنا بالطريقة دي واخد بالك في فترة من الفترات في توقف الدولي العلم نبقية ما أقل من كده لأن هو ده هو ده السعر وقتها الزرف أنت اللي كنت محتاج جداً أنت روح تلعب فاخد بالك فأنت يعني الموضوع كله مرتبط بظروف معينة الدوري كان واقف عندك وعايز تكمل في أفريق كنت رايح وعندك عروف كنت رايح عشان تخرج الناس من المسباح البورس عيد إلى المشوار الأفريقي كان بقالك مدة ما لعبتش فروح حتى تخسرنا مطشين من الثلاثة أو الثلاثة والله ما أنا فيك ما كانش الهدف أكتر من أنك تجمع الناس في حتة بعيد وتلعب لموت تالي فاخدنا أقل من المبالغ دي لكن كانت في نفس الوقت اللي خدناها ده ثلاث أضعاف اللي كان خدوا غيرنا في التوقيت ده طيب